اشتركوا في القناة في ظل حرص مشترك لتحقيقها من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الاحتفال بالذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني السعودي يعد احتفاء بعطاء متواصل ودور بارز تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم القضايا العربية والإسلامية وتأكيدا لما تضطلع به من جهود كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم ومساندتها للمشاريع التنموية الرامية لتحقيق الازدهار والتقدم لمختلف الدول والشعوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر